مرحبا معكم حسن كانج من كودر فويس صوت المبرمج يلي ما بيعرف كودر فويس هو عبارة عن بودكاست باستضيف فيه اشخاص او مبرمجين بتحدث معهم عن امور برمجية وعن التجارب طبعيتهم ولكن بالاضافة لهيدا الشي هلأ عمبلش اتوسع اكتر وبدي اركز كمان انه اعطي دروس واحد الدروس هو هيدا السلسلة يلي عمبلشها هلأ يلي هي سلسلة تعليم داكر وهو الفيديوز راح طلعهن على يوتيوب فاذا بهمكن تتابعوا هيدا السلسلة فيكن تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل طيب لنفض دغري بالموضوع شو هو داكر فينا نحكي بتفاصيل كتيري ولكن انا راح جرب بسط الفكرة وفيكن عن الانترنت تعرفوا اكتر فينا نفكر بداكر انه هو عبارة عن طريقة بتساعدنا انه نعمل رانينج لأبليكيشنز معينة هاي الأبليكيشنز فينا نجيبها عن الانترنت او تكون هي جاهزة او نحنا نعملها هيدا الابليكيشن المهم فينا نعملها رانينج بقلب شي اسمه كونتينر الكنتينر هو عادة بيكون معزول وبيكون معزول عن كونتينرز تانين وبقلب هيدا الكنتينر بيكون في عنا كل الاشياء اللي نحنا بحاجة لإلى لحتى نعمل ران لهيدا الابليكيشن ان كان اوبريتنج سيستم ان كان لايبريز ديبندنسيز كل شي نحن بحاجة لقلو بيكون محطوط بقلب هيدا الكونتينر وحتى نقدر نعمل ران للأبليكيشن يلي قلنا او مثل ما قلت الأبليكيشن نحن فينا نجيبه عن الانترنت هو بيكون محطوط بامج معينة ونحن فينا نعمله ران ككونتينر فهذا هيدا الفكرة العامة هلا اذا انتوا قبل مشتغلين على شي اسمه virtual machine او شي مثل virtual box او vmware او غيرهم لما انا احكي هيدا الحكي رح يخطر عبالكم هولي للسوفتوير طيب شو الفرق بين داكر وبين هولي للسوفتوير من الفرقات اللي كتير مهمة انه اذا عم تستعملوا شي مثل virtual box مثلا وحطيتوا عليه operating system وبلشتوا تستعملوه اول شي رح يكون كتير هافي كتير تقيل والoperating system كل ياته رح يكون محطوط بقلب الامج بينما بداكر بالعكس الoperating system او الامج تبعية الoperating system رح تكون كتير lightweight وكتير خفيفة ليه؟ لعدة اسباب اول شي اصلا الامج يلي داكر بيستعملها كoperating system هي بتكون كتير minimalistic يعني وكتير minimal ما في بقلبها كتير applications بالمبدأ القصص الاساسية اكتر شي وسبب تاني انه داكر بيستعمل linux kernel في حالة عم تعملوا ران لامج خاصة بلينكس بيستعمل linux kernel يلي هي بتكون موجودة بالoperating system يعني بيستعمل linux kernel تبعية الoperating system واذا انتو عم تعملوا ران على ويندوز او على ماك فانتو بتنزلوا شي اسمه داكر ديسكتوب هلأ بنحكي عنه وبيقلب داكر ديسكتوب بيكون في linux kernel يلي الكونتينرز بيستعملوها فاذا ازا انا عملت ران لكذا container وهول الكونتينرز كلهم في عليهم اميج لوبونتو مسلا لهو احد linux distributions فمش انه كل كونتينر بيكون بقلبه linux kernel وكل هول الفايلز لا كل هول الكونتينرز عم يستعملو نفس linux kernel فمتل ما شايفين بهيد الطريقة فيكن تلاحظوا قدي نحنا فينا نسرع بالperformance ويكون الكونتينر كتير lightweight او خفيف بالنسبة لشي متل virtual box او vmware او software غيرهم فاذا هايدي هيك بس مقدمة كتير سريعة عن داكر بيمكن انتو هلأ تسألوني ليه بدي استعمل داكر انا فيي نزل الابليكيشن متل ما هو وخلاص بيمشي الحال يعني بلا ما نزل معه اميج عن operating system ودبندنسيز وحطهم كلهم باميج وارجع من هاي الاميج اعمل راند لكونتينر او لاكتر من كونتينر هيدا سؤال منطقي وباحيان كتير يمكن ما تكونوا بحاجة لدوكر ولكن دوكر الو مجموعة من الفوائد راح احكي عن بعض هيدا الفوائد اكيد ممكن يكون الو فوائد تانية ما راح احكي عنا كله احد الفوائد انه بيحل مشكلة different environments ومشكلة انه لما تعطوا software لحده او application تكونوا مشتغلين عليه ويمشي عندكم على الكمبيوتر مشكلة انه ما يمشي على الكمبيوتر التاني انتو عندكم شي شغال عندكم عملتو application ومبسوطين فيه وماشي الحال وكل شي تمام جيت وعطيتوه لزميلكم بالشغل او للكلاينت وعطيتوه الكود وعطيتوه وكل هول التفاصيل اللي نقول جرب يشغله عنده ما مشي تقولوله طب ما انا مشي عندي كيف ما عم يمشي ليه ما عم يمشي عندك ما انا شغال عندي وهون اكيد السبب او احد الاسباب انه ما اشتغل عنده انه الانفارمنت تبعيتو هي مختلفة عن الانفارمنت تبعيتك او الانفارمنت في حال عم تعملو شي بالتستنج وعم تعملو شي بالبرودكشن الانفارمنت تبع التستنج يمهي تكون مختلفة عن الانفارمنت تبع البرودكشن وهذا الشي بصير لعدد اسباب انه انتو لما تشتغلوا على application هادا الابليكيشن ممكن يكون بحاجة لدباندنسيز يعني مثلا اذا عم تشتغلوا application node.js يمكن node.js على الكمبيوتر عندكم له نسخة معينة فانتو عم تعملوا coding لapplication node.js عم يعتمد على نسخة node.js الموجودة عندكم على الكمبيوتر فجيتو عطيتو node.js application لحد تاني يمكن هو ما عندو نفس نسخة النود يلي انتو عندكن اياها فبدالما انتو تعتمدوا على الانفارمنت تبعيتكن فيكن شو تعملو تعملو هيدا الامج بيكون فيه بقلبة نسخة ابونتو مسلا اللي هو نسخة كتير مني مليستيك عن operating system وبتكونوا نازلين بقلبة النود.js النسخة المزبوطة او اللي بتكن تشتغلوا عليها وبتكونوا عم مشغلين الابليكيشن بقلب هيدا الكنتينر ففي حال عطيتو الامج طبع هيدا الكنتينر لحدة تاني رح يكون عندو نفس الستاك يلي انتو عم تستعملوا نفس نسخة الابونتو نفس نسخة النود.js والابليكيشن يلي انتو عملتو فبهايد الطريقة الكود بيصير سهل يكون او الابليكيشن بالاحرى سهل يكون وسهل انو تستخدمو بكزا مطرح واحد استخدامات الكنتينر انو ببعض الاحيان انتو بتكونوا تشغلوا صوفتوير معين هيدا الصوفتوير فيه له كزا وقلو كزا طريقة لحتى يشتغل وبتكون تنزلوا تعملوا انستول لا كزا شي فامرار بدل ما انتو تعدوا تفكروا كيف بتكون تنزلوا كل هوا فيكن تفوتوا على كمان هلأ بنحكي عنه بعد شوي تجيبوا الامج يلي بدكن اياها هيدا الامج بيكون في بقلبة كل الديباندنسيز بقلبة كل المعلومات واللايبريز والكونفيجريشن يلي انتو بيحاجل الى يلي اكيد فيكن تعضلوا فيها جاهزة بامج واحدة فكل يلي عليكم تعملو تعملو ران لهيدا الكنتينر وخلاص صار عندكم الابليكيشن شغل. فهذا هيدا كانت المقدمة كان لازم احكي شوي لحتى اوضح الفكرة وهلأ راح نبلش نحكي اشي عملية. ازا بتكون تعملوا كونتينر او بتكون تعملوا امج نحنا عادة ازا نحنا عم ازا عنا لقلنا نحنا بنعمل امج ومن الامج فينا نعمل كونتينر او اكتر من كونتينر او نعمل لأكتر من كونتينر. في عندكم شغلتين فيكن تجيبوا او امج موجودة من الانترنت وتستعملوها او فيكن تعملوا انتو الامج طبعيتكن. وان شاء الله انا ناوي بالمستقبل بفيديو غير هيدا. اخبركم كيف فيكن تعملوا الامج طبعيتكن. ولكن هلأ راح نحكي كيف فينا نستعمل الامج هي موجودة نجيبها من الانترنت ونستعملها. فازان هوني في عنا شي اسمه دوكر هاب. دوكر دوت كوم. ازا بنحط على الاكسبلور. ازا بنحط على الاكسبلور فينا نشوف لست كتير كبيرة من الامجز يلي هني فينا نعملهم كونتينر. في عنا كاوتش بايز. في عنا رادس. في عنا اوبونتو. في عنا مجموعة كبيرة من الامج. في عنا نوت. في عنا ماي اسكيو ال. في عنا بوستغرس. في كتير كتير امج فينا نفتش عليها. في عنا الاباتشي سورفر. انجين اكس سورفر. ويب سورفر. فازان في مجموعة كبيرة من الامجز نحنا فينا نعمل لها ران بكونتينر. فانتو ازا بدكن شي معين حطا فيكن تعملوا السرش عليها لتشوفوا ازا فيه الو امج. مسلا بي اتش بي ماي ادمن مسلا. فمنلاقي انو في عنا شي مسلا اسمو بي اتش بي ماي ادمن. ففي كتير اشيا هي موجودة كامجز فينا نحنا نحولها او نعملها ران ككونتينر. طيب لنزل داكر هلأ في حال انتو كنتوا على ويندوز او كنتوا على ماك بدكن تنزلوا شي اسمو داكر ديسكتوب. فبتعملوا داونلود لداكر ديسكتوب واكيد فيكن كمان تنزلوا داكر على لينكس. كمان فيكن تشوفوا كيف فيكن انو تنزلوه في الدوكمنتاتيشن. ولكن على ويندوز. وعلى اه ماك بنستعمل داكر ديسكتوب ومثل ما قلت بما انو بدون لنا نستعمل لينكس كورنل وبالماك والويندوز ما في لينكس كورنيل فالداكر ديسكتوب هو بيش معه اللينكس كورنل يلي نحنا فينا نستعملها بالكونتينرز يلي قلنا. بعد ما ننزل داكر ديسكتوب بنشغل داكر. وبتل ما شايفين بعد ما يقلع داكر داكتب راح يكون في عنا هيدا الايكن موجودة هون وفينا نفوت مسلا عال داش بورد لحتى نشوف الكمتينرز وكلها التفاصيل بس انا هلا ما راح استعمل الداش بورد راح نستعمل لحتى تعلمكم عن الكمانز يلي فيكن تستعملوها اكيد بتنطروا لحتى يصير هون مكتوب داكر داكتب بيكون اول ما تفتحوه عم بيقلع بس داكر ديسكتوب بيحط لكم انه داكر داكتب بيصير فينا نكتب الكمانز يلي نحنا بدنا نكتبها. فعننا هيدا الترمينل. راح كبر الفونت شوي. لنقول انا بدي نزل الاملتش طبيعية وبونتو. كلي اللي علي اعملو انو بحط داكر بول وبونتو. داكر بول وبونتو. ما نحط انتر. هلا الشيء الحلو انو لما تكونوا بتكون تنزلوا او تستعملوا وهي تكون نازلة خلاص بتصير بالكعش فمش مضطرين انو تنزلوها مرة تانية. فانا متل ما شفته هون داكر بول وبونتو فما اضطر ما اضطر ينزلها. ولكن ازا انتو اول مرة بتعملوا ران لهذا الكوماند بتكون تنطروا شوي لحتى ينزل الامج تبعية وبونتو. فازلا انا بعد ما نزلت الامج تبعية وبونتو بدي هيدا الامج اعمل لها ران بقلب كونتينر. وشغلي بدي وضحها انو فيكن نفس الامج تعملولا ران بقلب اكتر من كونتينر وكل كونتينر بيكون غير التاني. يعني نحن عملنا ران لهيدي الامج تبعية وبونتو بهذا الكونتينر لنقول سميته كونتينر وان. رجعت عملت كونتينر سميته كونتينر تو. اتنيناتهم فيه بقلبهم وبونتو. ولكن انا فيه فطحة الكونتينر وان غير بالفايلات. هيدا منعزل كليا ومنفصل عن الكونتينر تو. فيه فطحة كونتينر تو. وغير بالفايلات. الامج ما بتتغير هي سابتة. بس انا فيه اعمل منها كزا كونتينر. فهيدي احد القصص اللي بتوضحهم الفرق بين الامج والفرق بين الكونتينر. فازم بعد ما نحنا نزلنا اه اوبونتو او الامج تبعية ابونتو. هلأ بحط داكر ران داش دي داش دي بتخلينا نعمل ران للكونتينر بالباكراوند. داش دي داش دي بتعمل الالوكيشن للا بسودو تي تي واي. هيدا الشي بساعدنا لما بدنا بعدين نفوت على قلب الكونتينر ونعمل لكمانز بقلب الكونتينر مسلا. هلأ فرجيكم كيف. فازم نحط داكر ران داش دي داش تي. وعفكرة فيكم تحطوهم هيك يعني داش دي تي توصلوهن مع بعض كمان. از امرار شفتوهن اونلاين بهيدا الطريقة. وفينا نحط نيم لهيدا الكونتينر. ازا نحنا ما حطينا نيم للكونتينر. اه داكر بيعطيه رانضوم نيم. بس ازا بدنا نحط نيم. ما نحط نيم ايكل مسلا كونتينر وان. فيكم تسموه الاسم يلي بدكن يه. ما نحط انتر. اوكي نسيت شغلي كتير مهمة انه لازم تحطو اي امتش. يلي هو شي بديهة. فازان داكر ران داش دي داش تي. ما نحط النام كونتينر وان وما نحط ابونتو. متل ما شايفين بعد ما حطينا انتر. هيدا هو الكونتينر اي دي. كل كونتينر نحنا بنعمله فيه الو اي دي بيميزه عن الكونتينر التاني. طيب نحنا هلأ شغلنا هدا الكونتينر وهلأ عم يشتغل. كيف فيه اعرف الكونتينر زي اللي هني هلأ شغالين. بحط داكر بي اس. انتر. مجرد ما حطيت داكر بي اس. بيان عندي الكونتينر زي الشغالين. كونتينر اي دي اللي هو هيدا. الامج هي ابونتو. الكماند بن باش. اي متل عمل له كريايت من ستة وثلاثين ثانية. كل هول التفاصيل والاسم يلاقي له. طيب لنقول انا بدي زيت كونتينر تاني. رح فرجيكم كيفية زيت كونتينر وهو بيعطيه اسم لحاله. اذا انا هون ما حطيت الاسم. مسلا. بحط داكر بي اس. صار في عندي كونتينر تاني. هو عطاه راندوم نيم لحاله. وقاله اي دي اكيد مختلف. فانا صار عندي اتنين كونتينر شغالين. ولايكم باي سرعة صار فجأة عندي اتنين كونتينر ضغري ضغري نعملهم كريايت ونعملهم رن. بينما اذا عندكم شي مثل فيرشو البوكس. العملية رح تكون ابطأ وبتصرف ريسورس اكتر. بعد ما عملنا هول كونتينر انا بدي فوت على واحد من هول الكونتينر كيف مسلا انتو بتعملوا اكسس لنقول ssh تفوتوا على سيرفر معين. هلا هي مش ssh بس انو عم اقرب لكم الفكرة. يلي بتعملوه هو التالي بتحطوا docker exact. منحط dash it لحتى نقدر نتفاعل مع الكنتينر ومع الشل. وبنرجع منحط الاي دي تبع الكنتينر يلي هو مسلا الاي دي تبع الكنتينر one. ومنحط الكماند اللي هو باش. انتر. هلا ازا بتلاحظوا صار عم يعطيني root at الاي دي. يعني انا هلا صرت بقلب الكنتينر. يعني ازا انا بحط مثلا host name. هو هيدا. random id يعني نعمله generate. يعني انا هلا بقلب الكنتينر. ازا بحط ls. هول الفايلز بقلب الكنتينر. انا في عدل على هول الفايلز في غير فيهن. اه في مسلا ننزل في اعمل كل هول الاشياء. انا بقلب هيدا الكنتينر يعني مسلا في حط اي بي تي. بعمل update برجع بصير فيه بعدين اه نزل بقلب هيدا الكنتينر تحديدا. بس انا هلا ما رح ضيع وقت بهيدا الموضوع. هحط كنترول سي. ورح اعمل رح اعمل شغلة صغيرة. مسلا الاس. رح اعمل touch test one dot txt. الاس. فازا انا هوني مسلا كل يلي عملته زدت هيدا الفايل يلي اسمه test one dot txt. وعملت اكزيت. ظهرت من الكنتينر. رجعت متل ما شايفين رجعت انا على الكمبيوتر او الجهاز يلي الي الي مش بقلب الكنتينر. هلا ازا انا مسلا برجع بحط docker ps. وبرجع بفوت لنقول docker run dash i t. برجع بفوت على الكنتينر التاني يلي عملته. كتبت مش run exact. انا فضع على الكنتينر التاني ازا بحط هون الاس هيدا كنتينر مختلف. ازا بتلاحظوا ما في الفايل يلي انا عملته من قبل. لانه هيدا كنتينر منعزل وما خص بهيداك. ازا بعمل exit. وبرجع بعمل. اجزاك. لا الكنتينر الاول وبحط الاس. متل ما شايفين هيدا الفايل يلي انا عمل دول. بعرف الفكرة بديهية بس عم جرب بس وضح لكم واكد لكم كيف الكنتينرز معزولين وكل واحد اه هو بيكون منعزل عن التاني. وهون ازا بدي وضح الفكرة كمان فينا نعتبر انه هيدا هو الجهاز المضيف او الهوست ماشين. وفي عنا هيدا الكنتينر لنقول بقلبه وبونتو وفي بقلبه نوت جي اس وفي بقلبه الابليكيشن طبعنا. هيدا حيكون ايزوليتد كنتينر او حاوية معزولة. هون مسلا على الكمبيوتر طبعنا فيه نوت جي اس بي اتش بي كل هوا للقصص ما خصهم بالكنتينر. فازان هيدا احد الكنتينرز مسلا. ونحنا فينا نعمل اكسس بقلب الكنتينر متل ما فرجيتكن شوي من خلال الكماند اللي هو اجزاك. فينا نعمل اكزكيوت لكماندز معينين او نفوت على قلب الكنتينر ونشتغل جوا فيه للكنتينر. وفيه طريقة لنا نعمل اكسس لهيدا لابليكيشن يلي هو بيكون معزول هيدا الطريقة هي من خلال البورتس يعني اللي اللي لي او او انا جبتها عن الانترنت لcado معين فيها تكون عم تعمل اكس بوز لبورت معين انا في يقلو انو هيدا البروت المعين يلي هو بورت ايتي مسلا بدي انا قدر اعمله اكسس بالكمبيوتر طبعي لما كمان انا حط عالكمبيوتر طبعي بورت ايتي او فيي انا مسلا تنقي انو لما حط بورت تلات Saf microscopic على الكمبيوتر طبعي بديه يعمل اكسس للبورت ايتي يعني مش ضروري البورت يلي نعمله اكسبوز بقلب الكنتينر يكون نفسه ذاته البورت يلي انا بدي حطه على الوكال ماشين طبعي لحتقدر اعمل اكسس لهذا الابليكيشن وراح اخبركم اكتر شو قصدي هلأ بعد شوي من خلال مثال تاني فهون كما في عنا مثال كيف ممكن يكون عنا اكتر من كونتينر كلهم شغالين بقلب ماشين واحدة يعني مثلا هيدا الكنتينر اللي نقول في بالبو ابونتو نوت جي اس وماي ااب وان هيدا كونتينر تاني بالبو ماي ااب 2 هيدا ماي ااب 3 آه هوني في كونتينر يمكن يكون بالبو ماي اس كيو ال كونتينر غير كمان في يكون بالبو ايمج مختلفة او مختلفة لاللينكس او اس لحي مسلا سانت او اس او يمكن بيسموها سنتوس ما مأكد وفي ها بي اتش بي وفي ها بي اتش بي ماي ادمين فهيدي بعض الامسلة كيفينا نشغل اكتر من كونتينر على نفس الجهاز. طيب راح احكي هلأ كمان عن بعض الكومانز اللي فيكن تستعملوها. فاول شي راح اعمل اجزت من الكنتينر اللي انا كنت بقلبه. ازا بنحط داكر بي اس متل ما حكينا بيعطيني كل الكنتينر زي اللي بنعملن رن حاليا. هلأ ازا انا بدي وقف كونتينر معين بحط داكر stop وبحط الاي دي تبع الكنتينر. وهون ملاحظة صغيرة ترك صغيرة ما ضرورة تحطوا كل الاي دي تبع الكنتينر. يعني مسلا ازا هون في عندكن خمسة وهون في عندكن اي. ففيكن تحطوا خمسة بس. او خمس فايف ايت مسلا. اول رقم او اول رقمين او اكتر. ولحاله داكر بيعرف اي كنتينر بدي وقف. يعني ازا انا بحط داكر stop فايف ايت. لحاله وقف الكنتينر يلي تحت. ازا بحط هون داكر بي اس. بس فرجاني انه بعد في واحد شغال. هيداك ما نعمل له remove by the way. هيداك الكنتينر بس نعمل له stop فيه انا ارجع شغله مرة تانية. بس ازا بدنا نشوفه فينا نحط داكر بي اس. بنحط داش اي. داش اي بتفرجيني كل الكنتينرز في حال كانوا شغالين او مش شغالين. بينما ازا ما بحط داش اي بتفرجيني بس الشغالين. سو داكر بي اس داش اي. بتفرجيني هون انه في عندي اي كنتينر هيدا يلي هو بعده شغال. صروا شي تماني دقايق. وفي عندي هون الكنتينر التاني يلي وقفته من شوي. لهو نعمل له exit نعمل له create من تسعة دقايق ونعمل له exit من تقريبا ثمانة وعشرين ثاني. هلا ازا انا كليا بدي اعمل remove لكنتينر بحط docker rm ومنحط الاي دي تبع الكنتينر. فخلص هلا نعمل له remove ازا بحط هلا docker ps-a ما في عندي غير هيدا الكنتينر. طيب رح اعمل هلا بعض شغلتان لحتى تاخدوا فكرة اكتر. رح اجرب نزل الامج يلي هي اه apache web server. وراح اجرب نزل الامج تانية اللي هي اسمها getting started. فراح اجرب نزل هولتو امجز وراح فرجيكم كيفينا نعمل لهم access من البراوزر يلي قلنا. فازا اول امج هي اه apache web server. ازا بدنا ننزلها منحط docker pull httpd. فازا لحتى ننزل apache web server منحط docker pull httpd. انا already منزلها من قبل فما مفروض يرجع نزل نسخة جديدة. الا ازا نعمل له update اكيد. بعد ما ننزل الweb server كل يلي علينا نعمله بنحط docker run docker run dash di اي تي او متل ما قلت فيها نكتبها هيك. فينا نحط لها name my first web server مع انه مش ضروري ومننقل image يلي بدنا اياه. بس هوني قبل كمان بدنا نعمل publish لبورت معين عنا لوكلي. يعني انا بقل له مسلا بدل بورت تسعة تلاف هني هني بأباتش ويب سورفر عاملين expose للبورت اي تي. فانا في يقل له بدل بورت اي تي. يكون عم بدل على البورت اي تي عندي. وفي يقل له مسلا بدل بورت اي تي يلي هو بالامج يعمل اللي نعمله expose. بدي ييدل على البورت تسعة تلاف عندي على الكمبيوتر طبعي. فانا مجرد ما حط لوكال هوست تسعة تلاف البورت تسعة تلاف هو لحاله بيروح على البورت اي تي بالكونتينر. فبهايدي الطريقة صار انا عندي متل منفز في يفوت عليه على قلب الكنتينر. فازان هيدا هو الكماند يلي هعمل له ران. فازان ازا بنحط دوكر بي اس صار في عنا الاوبونتو يلي من شوي اعملنا له ران. وفي عندي هلأ الامج التبعية الويب سورفر اللي هي الاشتة تي بي دي صار فيه الى كونتينر اللي هو هيدا الكنتينر. والكتير حلو انه انا في اعمل ران لكونتينر تاني سميه مسلا ماي ساكن بس ما في اعمل لنفس البورت بس بحط البورت تسعة تلاف وواحد. فهلأ مسلا صار عندي اثنان ويب سورفر شغالين وما خصهم ببعض ابدا. واحد عالبورت تسعة تلاف واحد عالبورت تسعة تلاف وواحد. ازا بدنا نعمل اكسس للويب سورفر. فهلأ خلينا نروح على البراوزر تابعنا على الكمبيوتر تابعنا. فهلأ على البراوزر تابعنا ازا بنحط لوكال هوست تسعة تلاف. بنحط انتر. متل ما شايفين هون حطي اللي اتوركس. فنحن صار عنا اكسس على الويب سورفر يلي موجود بقلب الكونتينر. فزا متل ما شايفين لا انا نزلت الويب سورفر عندي ولا نزلت الاوبونتو امج ولا نزلت الديباندنسي كل يلي عملته جبت هيدا الويب سورفر الامج تبعيته وعملت للا ران ككونتينر وهلأ صار عندي ويب سورفر. هلأ انتو بتقولولي يمكن كيف فينا نغير بالفايلات وهيك فينا نعمل اشياء حلوة مثل مسلا انه اول شي فينا نفوت على الكونتينر نغير الفايلات بس طريقة احلى فينا نعمل الماونت لفوليوم معين اللي هو فينا نعتبر فولدر موجود عنا على الكمبيوتر مجرد ما نعدل اشياء بهيدا الفولدر بنعكسه على هيدا اللينك يلي نحنا فينا نعمله ريفراش هو اللي كمان ان شاء الله برجع بحكي عنه. مثال تاني على السريع اللي هو امج اسمه جاتينج ستارتد. سو هيدا الامج اسمه جاتينج ستارتد اللي هي فيها تيطوريال خاصه بداكر. كمان في ببساطة شديدة حط داكر بول داكر جاتينج ستارتد. نسحب هيدا الامج. نرجع منحط داكر ران. جاتينج ستارتد. ومنحط كمان اي بورت بدنا ايه مسلا تسعة الاف وخمسة. والبورت ايتي بقلب الامج. باعتقد هون لازم حط داكر جاتينج ستارتد. اوكي. هلأ صار في عنا هيدا الكونتينر. حط داكر بي اس. ففي عنا كونتينر شغال يلي هو طبع على تسعة الاف وخمسة. فازا انا ازا هلا انا بروح على البراوزر يلي ايلي. وبحط وبنقل بورت ساتلاف وخمسة. متل ما شايفين فتح عندي وبقلبه ومية شغلة هولي كلهم ما انا نزلتهم للفايلات ولا نزلت الويب سيرفر ولا عملت شي ابدا. كل يلي عملته نزلت هالامج وعملت لها صار فيه منك كونتينر وصار فيه انا افوت على هيدا الويب سايت. فاتخيلوا انتو تبعكم انو فيكم تعملو لها ران بهيدا الطريقة بتحولوها لامج وهيدا الامج بعدين بيجي حدا بنزلها وبيعمل ران ككونتينر وبيصير عنده الابليكيشن شغال بدون ما يعطي الهم لا ديبندنسيز ولا ينزل لايبريز ولا ينزل اي شيء. وتخيلوا انو نفس الطريقة تشتغلوا لوكالي وبترجع بتستعملوا الامج تبعيدكن على البروداكشن سورفر بكل سهولة بتعملوا ران للكونتينر وبيصير في عندكن او ويب ابليكيشن شغال. انا بنصحكم الاشياء يلي حكيتها او يلي انا عملت لها ترجعوا وتحضروا الفيديو ازا بدكن وتجربوها تمشوا فيها خطوة خطوة لان ان شاء الله بالفيديو التاني رح نحكي اشياء اكتر كمان ورح نتعمق بمواضيع اكتر وان شاء الله رح احكي كمان كفيكن انتو تعملوا الامج تبعيدكن يعني في حال عندكن ابليكيشن وبعدين تحاولو لامج وبعدين تعملو له ران اه ككونتينر كمان ان شاء الله رح احكي عن هذا الموضوع بتمنى يكون عجبكن الفيديو واذا حابين تتابعوا الفيديوهات التانية تيوصلنكم الانتو فيكيشن اعملو سبسكرايب لكودر فويس او لصوت المبرمج يوتيوب شانل واعملو تفعيل للجرس لحتى يوصلكن الانتو فيكيشن وكمان فيكن تعملوا لايك لكودر فويس على فيسبوك وعلى انستجرام ويعطيكن الف عافية اشتركوا في القناة